اشتركوا في القناة ليطنوا بعوش والكابيتان حرات وليطنوا حرات هم ساعدية وخوجة سرية سرية رقم 2 صفرة صح المهم تذهب لطمرة في الأخير الخوتي بن سديرة سيمر بأسوأ أيام حياته سيمر بأسوأ أيام حياته سيقول لي لماذا؟ السؤال البادي هي لماذا؟ لأنه عنده معركة قضائية ومدان بالسجن النافذ وكذلك يتهرب من السجن النافذ رأيهم دفعوا للقاضي ملف أنه يجب أن يدخل إلى مركز الإدمان عن الأفلام الإباحية عن القصر قال لهم هذا المحامي ينتعي وكذلك الموكل ينتعي مريض بمرض خطير على وهو عنده ميول للأفلام الإباحية من تاع الأطفال الصغر يدخل الانترنت السوداء أيضا عنده إدمان في المخضئة في استهلاك المشروب الكحولي ما لا؟ ويش دارو القاضي قرى الملف انتاعو ودخلوه يجب أن يذهب إلى المدرسة المركز يسمى هوام أو هوام أو هوام هذا هوام هوام ما نعرفش الإنجليزية مليح بصحة هوام المهم سيتابع في هذا المركز لكي يتهرب من الحكم بالسجن النافذ على قضية جنائية قضية جنائية في بريطانيا ورأى وأخوتي أنا والله العالم غير من المصدر موتوق أنا لا أريد أن نتحدث عن ذلك أنا هو إنسان خبيط وأنت حشى أصلا ذكر اسمه وكاين الكثير من الناس قالوا لي لا تذكر اسمه لا تتحدث عنه بالصح أخوتي أخوتي تريد أن تستمعوا أخبار في الزيارة نحكي لكم المهم رأى هو يتابع في هذا المركز هذا ولكن تتبت عليه يقول لي الرهاب يسمى الرهاب صح يسمى الرهاب صح يسمى الرهاب صح أخوة أبارك الله فيك هذا عبدوك براهام أبارك الله فيك أخوة أخوة أبارك الله فيك المهم بن زيارة سيتابع في هذا المركز نزيدكم من الخبر الأكثر سوء أنه بن زيارة تقدم إلى السلوطات البريطانية بطلب الجنسية ورفضول قالوا له الرهاب لا يسمى لكي تحمل الجنسية البريطانية قالوا له لديك مشاكل كثيرة لا تستطيع أن تحمل الجنسية البريطانية لهذا السيد بن زيارة السعيد يمره بأسوأ أيام حياته يمره بأسوأ أيام حياته يمره بأسوأ أيام حياته سلام احمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا